بسم الله الرحمن الرحيم طلع بالأعزائي بهذا المقطع بإذنه رح نبدأ مع بعض بالهندسة ورح نبدأ بأبسط التعابير الهندسية أو المفاهيم الهندسية اللي عندي بداية في عندي أبي دورسو إذن المستقيم أبي شو المقصود بالمستقيم يعني شو هو التعريف المستقيم أنا لو أخذت خيط وشدته بين يعني بين أصبعي يعني من الأصبع الأولى للأصبع الثانية شدته هل نقاط الخيط هي كل النقطة منه صارت على استقامة واحدة جميع النقاط هذا الخيط على استقامة واحدة إذن الخيط المجدود بيحدد لي استقامة طيب شو هو المستقيم تعريف المستقيم قال المستقيم هو استقامة بس ما لا حدود يعني لاحظ أنا عندي نقطة A ونقطة B بس من بعد الآن في تكملة في مكمل وحاطيني رمز شعاع هنا ومن B أيضا مكمل على اليمين إذن من اليمين ومن اليسار مكمل لاحظ لما كتب لي كتب لي A وB ما حط شي قبل الآ لاحظ قبل الآ ما في شي وبعد الB ما في شي ما في أي رمز هندسي إذن هذا المستقيم كل النقاط بتكون على نفس الاستقامة ممتدة من اليمين ومن اليسار طيب عندي A-B الشن لاحظ الشعاع A-B وراح حطلي قوس قبل الآ لاحظ هون قوس مضلع قبل الآ إذن هو سكر لي من عند الآ فلاحظ هون بالرسم كيف رسم دي عند الآ عمل بداية مقيدة هون بداية الشعاع ونحو اليمين بينطلق مكمل بهذا الشكل يعني إلى اللا نهاية بيكمل طبعا ما رح توسع الورقى لذلك حطلي إشارة سهم هذا وين بلاقيه بالحياة بلاقيه مثل ضو الليزر إذا أنا أمسكت شعاع الليزر بإيدي ضو الليزر وضويت بدايته بتكون من بداية المصباح ونهايته ما بعرف لوين بيوصل في عندي إذن القطعة المستقيمة إذن هي قطعة محدودة إلى بداية ولها نهاية ولاحظ سكرلي من عند الآ وسكرلي من عند البي رح أنتقل إلى أنواع الزوايا في عندي أنواع الزوايا بداية بالهندسة الزاوية تنشأ من تقاطع شعاعين لاحظ عندي شعاع أول وشعاع ثاني طلعوا من نفس النقطة إذن بدي يكون الشعاعين عابين طلقوا من نفس النقطة فتنشأ بينهما زاوية هون هاي الزاوية اللي عم بحكي عليها طيب نجي ل الزاوية أول وحدة هي الزاوية المستقيمة اسمها دورو أتش كيف هاي صارت صار أول شعاع انطلق من النقطة نحو اليمين هلأ على استقامته تماما تماما انطلق شعاع آخر لحو اليسار لحظوا شعاعين متعاكسين تماما تماما طيب كيف بقول بعبر عن هذا بقول هي زاوية مستقيمة قياسة بالدرجات قياسة بالدرجات 180 درجة إذن الزاوية المستقيمة هي 180 درجة طيب أيضا في عندي ديك أتش الزاوية القائمة لحظوا عندي أول شعاع هو خلينا نقول أفقي الثاني بيكون عمودي عليه متعامدين رمزة مثل مربع صغير وجوهاته نقطة وبيكون قياسة 90 درجة لاحظ شو كتب لي هون الشعاع إذا ننطلق من عند الأو هذا شعاع يعامد رمز التعامد هو مثل تي مقلوبة رمز التعامد يعامد الشعاع وقياس الزاوية هون 90 درجة في عندي الزاوية الكاملة لاحظ أول شعاع كان بهذا الشكل هلأ شعاع الثاني يعني أنا ممكن أرسمه بهذا الشكل لكن يعني أنا لاحظ بيبدأ الشعاع من هون دورت ودورت ودورت دورة كاملة خليته يدور دورة كاملة وإجالة هون إذن شو صارت صارت الزاوية هي منسميها الزاوية الكاملة تعطيني دورة كاملة إذن هي 360 درجة في عندي أنواع الزاوية في عندي الزاوية الحادة أو منسميها دار أتش الزاوية الحادة بتكون زاوية قياسة أقل من 90 بس أكبر من صفر لاحظ بيقلك ألفة محصورة بين الصفر والتسعين فهون منقول عنها زاوية حادة أو دار أتش في عندي النوع الآخر من الزاوية الزاوية المنفرجة أو قينيش أتش لاحظ هون الزاوية صارت شوي واسعة أكبر من 90 لكن هي بنفس الوقت أقل من 180 يعني أكبر من القائمة وأصغر من الزاوية المستقيمة في عندي من المصطلحات الهامة هي توملار أتش منسميهم بالعربي الزاويتان المتتامتان إذن متتامتان متتامتان يعني مجموع بيكون 90 درجة لاحظ هون الزاوية الكبيرة كلها هي دي واحد ودي اتنين هي زاوية قائمة هون طيب تم قسم هذه الزاوية بواسطة خلينا نقول هذا المستقيم هون دي ثلاثة فنشأ عندي زاويتين زاوية صغيرة ألفة وزاوية تانية بيتة هلأ بالنهاية مجموعة الألفة والبيتة الألفة مع البيتة عم بيطلع مجموع 90 درجة لنه عم بيشكلوا لي الزاوية هاي بين دي واحد ودي اتنين هدول بسميهم زاويتان متتاملة في عندي أيضا زاويتان متكاملتان إذن هدول متكاملتان الزاويتان المتكاملتان مجموع 180 درجة لحظوا هاي الزاوية كاملة هون قبل شوي لنا بتنشأ من شعاعين واحد على يمين واحد على يسار لنا قياسة 180 درجة هاي زاوية مستقيمة سمنا لحظوا على دي واحد هذا لأن رسمته هذا قياسه 180 طيب أسمنا بواسطة المستقيم دي 2 بواسطة هذا المستقيم أسمنا لجزء صغير آ وجزء أكبر منه بي بالنهاية مجموع آ والب 180 درجة وبالتالي بنقول عنه هدول الزاويتين بتون لار اتش أو زاويتان متكاملتان المفاهيم الهندسية اللي ضروري كتير أشتغل عليها هو مفهوم التوازي المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان مهما امتدى لا يلتقيان هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم وبالتالي مبيلتقوا مع بعض وين بشوف هذا الأمر ممكن أنا أشوفه بسكة قطار تلاحظ قضية بالسكة الأول قضية بالسكة التانية مبيلتقوا مع بعض وبتكون دايما المسافة بين القضي بين سابتة لاحظ هذا البعد من هون لهون هذا مثل هذا البعد من هون لهون طبعا باخد البعد باخده بشكل عمودي نفس الشيء هذا هون أيضا لاحظ شو صار عندي هذا الطول اللي هون مثل الطول اللي هون مثل درج ثابت هدول المستقيمين نقول عنهم متوازيا إذا كان البعد بينهما ثابت لاحظ شو عم بقلي عم بقلي دي واحد تقاطعه مع دي اثنين يعني الشيء المشترك بين دي اثنين ما في شيء مشترك إذا بيطلع فاي ما في شيء مشترك ولا ملتئين ولا بنقطة طبعا على عكس المستقيمين المتقاطعين لو عندي هذا مثلا هون دي واحد وهذا هون دي اثنين هداك الوقت بقول دي واحد تقاطعه مع دي اثنين يساوي مثلا مشتركين هون بنقطة ولتكون اه بيعطيني النقطة اه اشتركوا بنقطة لكن هون ما في شيء مشترك كيف برمز لهم انه مستقيمين متوازيين بقول دي واحد يوازي لاحظوا متل إشارة يساوي لكن ما إلي يوازي دي اثنين اذا هاي الاشارة هي اشارة التوازي في عند هون عم بيقول المستقيمين المتوازي اما بتعطيني زوايا طبوقة اش او بتون لار او بتكون متكاملة طبعا بالعربي كيف بنحبر عنه بنقول الزاويتان المتوازيتان مثنى مثنى يعني اذا عندي زاويتين الضلع الاول بالزاوية الاولى بيوازي الضلع الاول بالزاوية التانية والضلع التانية بالزاوية الاولى بيوازي الضلع التانية بالزاوية التانية راح يكونوا اما متكاملتان او طبوقتان لاحظ هذا اللي لونته بالاحمر هذا الضلع من الزاوية اللي هي بالاسفل شوي يوازي الضلع الاحمر اللي هون وايضا عندك الضلع الازرق للزاوية يوازي الضلع الأزرق طيب شو صار هدول الزاويتين قال هدول الزاويتين يطلعوا طبقتين لاحظ نفس الإياس زاويتين طبقتين في عندك حالة تانية مثلا ممكن يكون بالشكل التالي هون عندي الضلع الأحمر يوازي الضلع الأحمر والضلع الأزرق مثلا هون اللي عم بلونه يوازي الضلع الأزرق تنتبه أنه نوع الزاوية هو اللي بيحكم لاحظ هاي الزاوية حادة وهي الزاوية حادة بالعربية بقول هدول زاويتين طبقتين لأنهما متوازيتان مثلا مثلا يعني الضلع الأول هون يوازي الأول والضلع الثاني هون يوازي الضلع الثاني بشكل التالي بينما في عندي حالة تانية ممكن يكون متكاملتان لاحظ هون الضلع الأول بهاي الزاوية يوازي الضلع الأول والضلع الثاني هون بالزاوية هذا يوازي الضلع الثاني هون لكن انتبه إلى هذول الزاويتين هون عندي الزاوية بيها حادة بينما الزاوية آه منفرجة إذن هون إجباري رح يكونوا مجموعة 180 زاويتين متكاملتين ممكن أيضا حالة أخرى اللي هي لاحظ الضلع الأول هون لونته بالأحمر يوازي الضلع اللي لونته بالأحمر أيضا الضلع اللي عم بلونه بالأزرع يوازي الضلع الأزرع الزاوية الثاني فلاحظ الزاوية واي حادة الزاوية إكس منفرجة إذن إكس سائد واي أيضا 180 أيضا هذول بقول عنهم زاويتين متوازيتين مثنها مثنها أيضا بنفس الأسطوب عم بيقول لي ديكتورولار المستقيمات المتعاملة إيش فيها بتون لاردر إما بتكون طبوقة أو تعطيني زوايا متكاملة طيب أنا لو أخدت زاوية أولى لاحظ هاي هون الزاوية ألفة لها ضلعين لاحظ كيف إلى ضلعين رح أعطي هون هذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني هلأ من النقطة تقع خارج هذه الزاوية هاي النقطة هون لاحظوا أنا رح أرسم عمود على المستقيم الأول لاحظ رسمت عمود هذا اللي بالأزرق عم برسمه يعامد الضلع الأول وهذا هون عندي عمود على الضلع الثاني فلاحظ شو صار عندي طلعت عندي الزاوية بيتا هذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني طيب شو بيكون قياس البيتا هون انتبه عندك شكل رباعي والشكل الرباعي دايما نحن بنقول مجموعة زوايات لاتمية وستين درجة طيب هدول عندي مجموع مية وثمانين درجة فإذا لابد أنه هدول مجموع مية وثمانين درجة فإذا ألفة مع بيتا مية وثمانين درجة طيب الحالة الثانية اللي بيكونوا فيها متكاملين لاحظ هون أنا عندي الزاوية الأولى لو أنت باللون الأحمر طبعا إلى ضلعين هذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني هلا لو أنا وقفت من نقطة خارج هذه الزاوية إذن أنا ما نواقف ضمن منطقة الزاوية براتة أخذت من نقطة ولا تكون مثل هاي النقطة اللي هون أخذت رسمت عمود على ضلع الزاوية الأول لاحظوا هذا هون عمود فيه تعامض وأخذت عمود على ضلع الزاوية الآخر لاحظوا أيضا هون فيه عندي تعامض فإذن هذا الضلع الأول لاحظ الضلع الأول الأزرق يعامد الضلع الأزرع الأحمر الأول والضلع الأزرع الثاني يعامد الضلع الأحمر الثاني إذن هدول زاويتين الألفة والبتا زاويتين كل ضلع من أضلاعهم يعامد الآخر طيب أنا لو هوني بدي أعرف قياس الزاوية بتا لاحظ أنا هوني نشأ عندي مثلث قائم مثلث قائم صغير كلها نعرف أنه قياس زوايا المثلث 180 درجة مجموعة قياس زوايا المثلث 180 طيب إذا أنا عندي في زاوية 90 هون في عندي زاوية قياسة 90 تبقى للألفة ولهي الزاوية مجموع قديش صار مجموع لازم يطلع عندي 90 طيب رح أقول إنه هاي الزاوية هي X هي اللي بتتمملي الألفة الألفة والإكس يعني الألفة مع الإكس قياسهم 90 طيب هون عندي هاي الزاوية رح تطلع نفسها هون بشيء منسميه التقابل بالرأس هلأ رح نحكي في بعض ثواني بالتقابل بالرأس هاي أيضا قياسة X طب أنا لو دخلت لجوه هذا المثلث اللي صغير هون عندي كمان زاوية قائمة فهذا المثلث أيضا العليمين هذا اللي صغير فيه زاوية قائمة وإكس لاحظ مثل هاد فيه زاوية قائمة وإكس معناته تبقت هاي الزاوية اللي هون لازم تكون قياسة ألفة مثل هاد المثلث X قائمة وإكس وقائمة وإلفة فإذا رح تطلع معي هاي الزاوية اللي نشأت هون مثل الزاوية ألفة فلاحظ شو قال لي ألفة تساوي بيتا إذا معناها كنتيجة أنا إذا عندي ضلعي زاوية وإذا أنا وقفت من الداخل أخدت عمود على الضلع الأول وعمود على الضلع الثاني إذا زاويت بالبداية ألفة رح تطلع عندي بيتا هدول مجموع ألفة زائد بيتا رح يطلع 108 طيب الحالة الثانية لو أنا عندي زاوية بالشكل التالي وأنا وقفت خارج الزاوية وأخدت عمود على ضلع الزاوية الأول وعمود على ضلع الزاوية الثاني الزاوية الأولى إذا قياسة ألفة رح تطلع عندي هون مثل تماما زاوية تاني قياسة ألفة أيضا هدول بقول عنهم زاويتان متعامدتان مثنى مثنى في عندي ترس أتشلار أو من قلهم بالعربي التقابل بالرأس إذا عندي مستقيمين تقاطعوا بنقطة فلاحظ هدول الزاويتين بالتقابل بالرأس بيكونوا متساويتان لاحظ البي مثل البي والآ مثل الآ نفس القياس طبعا هاي هون هذا الجزء أيضا هذا ما تبقى هذا الجزء يساوي هذا الجزء هلا في عندي فكرة المنصف أو منصف الزاوية منقله أتش أورتاي لو أنا كان عندي زاوية بشكل التالي هاي زاويتي وأخدت أنا خط أسملي الزاوية بالنص تماما تماما يعني لاحظ القسم هذا هون الـ X قياسة خلينا نقول مثلا 30 درجة والـ Y أيضا 30 درجة هذا شو بقول عنه هذا بقول عنه منصف للزاوية منصف الزاوية مهمته أنه بيقسم لي الزاوية بالنص لاحظ عبي يقول لك الـ X مثل الـ Y واسمه بالتركي أتش أورتاي آخر شي رح نحكي شوي بأنواع المثلثات أجغان شاشية لري أنواع المثلثات عندي إيكيز كنار أجغان المثلث متساوي الساقين من اسمه واضح أنه فيه بيكون الساق الأيسر مثل الساق الأيمن هدول بنسميهم ساقين طبعا الزاوية آ هون زاوية الرأس هذا بنسميه الرأس وهون هاي منسميها بيجي منسميها القاعدة طبعا إذن في عندي زاويتين بيكونوا مثل بعض هون لاحظ الزاوية هاي والزاوية هاي هدول الـ B والجي بيكونوا مثل بعض زاويتها القاعدة بيكونوا متساويتان يعني إذا هاي قياسة ألفة هاي مثل ألفة طبعا زاوية الرأس تختلت ما بالضرورة تكون مثلهم إذن فقط ساويتي القاعدة بيكونوا متساويتين والساقين الأيمن والأيسر بيكونوا مثل بعض في عندي النوع الآخر أو هذا طبعا شو منسميه هذا المثلث منسميه كيس كنار أججان المثلث متساوي الساقين في عندي إيش كنار أججان المثلث متساوي الأضلع من اسمه واضح أضلع والضلع الأول مثل الضلع الثاني مثل الضلع الثالث وأيضا زاوية كلها بتكون نفس القياس طب أنا زاوية المثلث عندي 180 درجة صح؟ السمن على 3 رح يطلع عندك 60 درجة إذن كل زاوية من زاوية قياسة 60 درجة آخر نوع عندي شوية كنار أججان المثلث مختلف الأضلع من اسمه واضح مختلف الأضلع يعني ما في ضلع بيشبه الثاني لاحظ هذا طوله X وهذا طوله Y وهذا طوله Z مختلفين عن بعض وأيضا لاختلاف الأضلع بتختلف الزوايا يعني هون عندك زاوية ألفة هي غير الزاوية بيتة غير الزاوية تتة أضلع مختلفة وزوايا مختلفة هذا بنسميه شوية كنار أججان بهيك شباب بيكونوصلنا لهاية هذا المقطع بتمنى تكونوا استفدتوا شكرا كتير لأصدقكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر